اشتركوا في القناة كنا في آخر الزمان فاحنا فآن مرحلة بالتحديد من مراحل أحداث النهاية في الحقيقة الإجابة على هذا السؤال يحتاج إلى أن نعود مباشرة إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي تكلمت وتحدثت عن هذه المرحلة بدقة لأن احنا شايفين الناس تيها في قنوات اليوتيوب والجميع بيحلل والجميع بيستنبط ويستقل أدلة وفي ناس بتعتمد على التحليلات أكتر من رجوعها لكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتعالوا معي في هذه الدقائق نتكلم عن هذا الموضوع بطريقة علمية ونعود ونرد الأمر لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فتحلى معي بالصبر واستمع للحلقة للنهاية لكي تكتمل عندك الفكرة بداية مباشرة عشان نخش في الموضوع من طولش عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه المرحلة لها أمارات وسماها صلى الله عليه وسلم بالفتنة الأخيرة والفتنة الأخيرة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم قيل أنها تمتد 12 سنة وقيل أنها تمتد 18 سنة على اختلاف في الروايات كما أورد نعيم ابن حماد في كتاب الفتن الفتنة الرابعة 18 عاما ثم تنجلي حين تنجلي وقد انحصر الفرات عن جبل من زهب تنكب عليه الأمة فيقتل عليه من كل تسعة سبعة يبقى الحديث ده بيبين لنا فترة زمنية معينة 12 سنة أو 18 سنة طيب هذه الفتنة التي أخبر عنها الرسول نعرف منين أن الكلام الرسول قاله عليه الصلاة والسلام ينطبق على الأحداث اللي إحنا فيها وده أهم سؤال لأن الأحاديث موجودة لكن إسقاط الأحاديث على الواقع هو دوة الموضوع تعالوا نستعرض الأحاديث والروايات على مختلف أسانيدها ونشوف هل هي تنطبق على الأيام اللي إحنا فيها ولا لا أول خاصية من خصائص الفتنة الرابعة والأخيرة التي تعصف بالأمة خلع العرب أعنتهم يعني خلع العرب ملوكهم فلم يحدث في التاريخ ونراجع مع بعض أن أسقطت العرب حكامها في وقت واحد ركز بدقة الكلام بهذا الشكل الذي يحدث الآن اللي إحنا سمناه بثورات الربيع العربي ولقينا الرؤساء بتوع الدول العربية بيقعوا في وقت واحد تونس مصر ليبيا اليمن وأحداث غير اعتيادية في تاريخ الأمة أن في وقت واحد الرؤساء بتوع الدول العربية يطيروا في توقيت واحد لم يحدث في التاريخ في وقت واحد أن يحصل الكلام دوت تاني حاجة تميز الفتنة الأخيرة العمياء التي تضرب الأمة ولا تترك أحد من العرب إلا وتدخل فيه هذه الفتنة خراب الشام ولم يحدث في التاريخ أيضا أن حدث في الشام ما حدث بها ليه؟ لأن أي أحداث كانت بتحصل في الشام أو في أي دولة عربية كان اللي بيميزها أن هي ما بتطولش لكن إما الروايات تقول إيه؟ تقول فتنة الشام الطويلة اللي هي تمتد عشر سنوات وتأتي الروايات وتقول بطريقة يعني سبحان الله غريبة جدا أن فتنة الشام الطويلة يبدأها الصبيان الصغار الشرارة بتاعت فتنة الشام تبدأ على إيه؟ على يد الصبيان تكون فتنة بالشام كان أولها لعب الصبيان تطفو من كل جانب وتسكن من جانب كلما سكنت من جانب طفت من جانب آخر فلا تنتهي ركز في الجانب هذه الفتنة حتى ينادي مناد إن الأمير فلان يعني هو ده إلا هيوحد الشام طبعا وإحنا عملنا حلقات وقلنا إن حدث اختلاف من أهل العلم من المقصود بالأمير إلا هينادي إن هو هيوحد الشام فقيل أنه الهاشمي إلا هيأتي من الطالقان وقيل أنه الإمام المهدي إلا هتتوحد على إيديه الشام وكل الدول الإسلامية كمان من خصائص هذه المرحلة اللي تعرفك إن أنت في آخر الزمان وما تتهشي وما تستناش تسمع كلام ده أو ده وترجع للأحاديث والآثار الأثر عن عبد الله ابن عمر ابن العاص هدم جبال مكة هي علامة من علامات النهاية كما جاء إذا جعلت جبال مكة قضائم وتطاول أهلها في البنيان فانتظر الساعة يعني إيه الكلام ده يعني لو لقيت إن الجبال هدمت وحل محلها أبراج فانتظر الساعة وسبحان الله الأثر عن عبد الله ابن عمر محال أن يكتكلم عبد الله ابن عمر بهذا الكلام الغيب إلا إذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الأثر يأخذ حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى فكرة الأثر ده نقل عن أكثر من صحابي نقل عن عبد الله ابن عمر وعن تابعي وعن مجاهد يقول إذا رأيت البنيان يعني البناءات العالية قد ارتفعت على جبال مكة فانتظر الساعة لأشراط يعني كما يقولك فانتظر الساعة يعني ابتدي شوف العلامات والأمارات الواضحة للساعة أيضا من طبيعة هذه المرحلة في آخر الزمان إن قصر الرسول صلى الله عليه وسلم ونبقى القصر الرسول اللي هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يتحول الناظر إليه من بعيد يراه كأنه قصر أبيض دي من العلامات التي حدثت بوضوح كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الناس ثلاث مرات فقال صلى الله عليه وسلم يوم الخلاص وما أدراك ما يوم الخلاص قررها فالناس ألت له يا رسول الله ما هو يوم الخلاص فقال يأتي الدجال فيصعد أحدا فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه الدجال بيقول أصحابه ألا ترون هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مصلة ما يقدرش إيه ما يقدرش يخش أبدا طيب الرسول عليه الصلاة والسلام إن ما وصف في الحديث داوة القصر الأبيض اللي هو مسجده كان مسجد الرسول معمول من الطين من 14 قرن أخبر الرسول إن من العلامات إن اللي يرى مسجد الرسول من بعيد يراك أنه قصرا أبيضا وما تخش على جوجل وتجيب كده في خرائط جوجل عايز تجيب صورة المسجد النبوي من بعيد سبحان الله تراه كأنه قصرا أبيضا وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة الأخيرة طبيعتها أيضا ومن العلامات اللي تخليك تتأكد إن أنت في آخر الزمان وفكر وإعرض الأحاديث والروايات وشوف عمران بيت المقدس خراب يسرب كما أخبر الرسول عمران بيت المقدس خراب يسرب وخراب يسرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتحة القسطنطينية وفتحة القسطنطينية خروج الدجال ترتيب الأحداث عمران بيت المقدس هو ده المفتاح خراب يسرب وإحنا عملنا حلقات تكلمنا كيف تحققت هذه العلامة وكيف بدأ عمران بيت المقدس في هذه الأيام والعمران كما أخبر الله في القرآن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إلى آخر الآية الكريمة فالمقصود بالعمران هنا عمران المساجد وانظر في هذه الأيام كيف يدافع أهل فلسطين عن المسجد الأقصى بدمائهم لكي يصلوا في حين أن يثرب اللي هي المدينة المنورة بدأ الخراب ولا حول ولا قوة إلا بالله يدخل إليها عن طريق هيئة الترفيه التي حلت محل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراجع الحلقة اللي تكلمنا عنها باستفادة أيضا من العلامات الواضحة الفارقة لأحداث النهاية الفتنة الأخيرة العمياء أن يحكم الشام المرداسيون منهم المرداسيون دي أسرى عربية من قبيلة بني كلاب ابن رميعة ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية يعني دول من أصولهم من قبيلة كلاب فهل اللي بيحكم دلوقتي الشام اللي هو بشار من المرداسيون هتلاقي المفاجأة إما ترجع عن عائلة الأسد أنهم من القبائل العلوية طيب والعلويين دولت في الشام منقسمين لأربع قبائل رئيسية هاجرت من جزيرة الشام قرب منطقة جبال سنجار في العراق وكلام طويل تمشي للنسب بتاعهم لغاية ما تلاقي نسبهم ينحدر إلى المرداسيون في مفاجأة وديت من الأحاديث والروايات التي يعني نقلت إلينا من أكتر من ألف سنة ومن خصائص هذه الفتنة كما جاءت في كثير من الروايات والآثار انقطاع الحج لمدة ثلاث سنوات وإحنا دخلنا في سنة أولى وبعد كده في السنة التانية والمفروض الحج اللي جاي ده الحج رقم ثلاثة اللي هيبقى فيه انقطاع واحد يقول لي طيب ما إنباء السنة اللي فاتت كان فيه حج فهقول له لا وأزن في الناس بالحج يأتوك رجالا وإيه كمان ومن كل فج عميق ده الحج اللي هو الطبيعي أما الحج اللي هو مقصور على سكان المملكة فده نوع من أنواع انقطاع الحج هذه بعض من العلامات والأمارات التي تحدد لنا بوضوح أننا في آخر الزمان هذه المرحلة التي تحياها الأمة هي مرحلة الفتنة الأخيرة التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم تنتهي هذه المرحلة بظهور الإمام المهدي لا نحدد وقت معين لظهور الإمام لا نقول سيظهر ويخرج الإمام المهدي سنة كذا لا نحدد ولا نوقت ولكن نبين للناس أننا في أحداث النهاية ووصلنا إلى المرحلة الأخيرة التي تسبق ظهور الإمام المهدي أكثر حاجة ممكن نقولها في الموضوع دوة أن المهدي بات ظهوره قريبا جدا والعلم عند الله وحده يعني مش عايز أننا أطيل عليكم ونلقاكم إن شاء الله غدا مع حلقة جديدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا